الرائع الذي وجدناه من خلال تلك المشاركات وأيضا رعايتها لكثير من الفعاليات ولعل فعالية الفورميلة في الشارق وأيضا في خرفكان المائية هي الأبرز وأيضا لا ننسى المهرجان المائي حيثا نشكركم على هذه الدعوة الطيبة ويسرني أن تكون متواجد مع الأخوان الإعلاميين مع الشيخ سلطان بن أحمد وزملائي في الحكومة وجميع المحاضرين ما في شك الزخم السياحي الكبير الذي تشهده هذا المفهوم من بداية الثمانينات تقريبا وعرف عدمه في دولة إمارات ودول عربية في مطلع التسعينات حاليا نقوم بمشاريع سياحية بيئية المشاريع التطويرية الضخمة المفهوم السياحة البيئية من أهم المفاهيم حاليا للترويج السياحي مستوى الفعاليات مستوى الأنشطة الموجودة فيها حاليا تقيم في واجهة المجالز فعالية فريج وهي قرية متكاملة عن الشخصيات المعروفة في رمضان طبعا هذه السنة ما نشوفها على التلفزيون ولكن نشوفها أمامنا في واجهة المجالز المائية أيضا النفورة الموسيقية أضافت الكثير إلى المردود الاقتصادي في إمارات الشارقة بحيث أن أصبحت الأسر تتأكاسل عن كهاب إلى إمارات أخرى وتذهب إلى واجهة المجالز الكثافة السكانية المحيطة بالمشروع أيضا استفادت من هذا المشروع وطبعا هذا إضافة إلى المرافق أنا أشكر سعادة السيد أحمد علي النومان وسعادة أخذ هنسي في السويدي والسيد مروان السيركال على تلفيتهم الدعوة لحضور المجلس رمضاني لمركز شارقة الإعلامي الذي ينظمه المركز خلال شهر رمضان بدعم وتوجيه ورعاية مباشرة من الشيخ سلطان بنحمد